النقل عن الله أنا مش بتكلم بإسم الإله أنا بنقلك ماذا قال الله أنت صاحب القرار أنت لح تتحاسب الشيخ مش حينفعك القرآن منزلش على المشايخ ربنا بقوله وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون من ضمن الآيات اللي برضو بلاحظ أن الناس ما كملوهاش مش عارف لي يعني فاهم إن الله وملائكته يصلون على النبي حلوة أول آية أول ما بتسمحها بيحصل لك قلبك بيبقى زي الخصايا كده قلبك قلب خصايا يا صلاة النبي بتطير بالحلق وتلاقي بقى كل واحد فينا يستعرض يستعرض إيه صلاته عن النبي يقول لك ألف صلاة على الحبيب يقول لك اللهم صلى واللي عينه تدمع واللي يحط رأسه في الأرض واللي يغمع عليه مش بتشوف الكلام ده إنما لو كملوا الآية الأمور هتتغير لو الأمة كملت بقيت الآية حتتربى الصح الصح أمار هي بو هم بك المتين يتقالوا أنتوا فاهمين غلط والله فاهمين غلط إن الله وملائكته يصلون على النبي صح صح تأمل يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وتقفلت الآية اتقفلت لا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلموا تسليما أقول تاني وسلموا تسليما أهو ده بقى اللفظ ده مشترك لفظ لازم تاخد بالك منه تسليم بمعنى إيه تسليم بمعنى التحية ولا التسليم بمعنى السلامة ولا التسليم بمعنى التأمين شوف يا محترم عشان بس أكون واضح معك وما غشكش إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يفيد التأمين والصيانة والحماية فلو قلت لك سلم الله على خلقه يعني حماهم وحفظهم مش سلم عليهم كده ما عندناش كده تعالى الله عما يقولون يعني الأعلى إذا سلم على الأدنى لو أنا قلت اللهم سلم على نبيك مش معنى حياة لا معنى رحمه وحفظه ووقاه وصانه وسلمهم من العيوب وسلمه من المكاره وسلمه من الزنوب إن آخر الكلام الجميل ده طب الأدنى لو سلم للأعلى معنى إيه مش معنى حياة أقول لك سلم على النبي مش معنى إزايك يا رسول الله معنى إيه معنى هستسلم للنبي انقاض للنبي اتبع النبي اتبع النبي النبي مش هتتبع النبي وجاي تقولي إنك إنت بتسلم على النبي الله غني عن تحية حضرتك يا اللي بتزوره النبي يا ريت النبي بأخلاقه يبقى جواك يا ريت تزور أخلاق النبي قبل ما تزور النبي ممكن وأن طلب محال كل واحد رايح يزور النبي بقول له أرجوك قبل ما تزور النبي زور أخلاق النبي ثم توكل على الله لزيارة مقام النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنلاقي ناس اللي يعني طبعا أنا ما بعممش عشان محدش يصطاد في الماء العكر حكم اللي بيصطاده كتير لك تروح تلاقي ناس رايح جاي على النبي رايح جاي على النبي رايح جاي على النبي ولا أنت شايف فيهم أمانة النبي ولا حياء النبي ولا أخلاقيات النبي ولا عمل النبي ولا جهاد النبي ولا صفح النبي ولا حب النبي ولا عفو النبي لا حاجة طبعا يبقى فيه حاجة غلط يبقى فيه حاجة غلط عشان كده هم عرفوا يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه أيها وسلموا تسليما عشان أفهمك معنى الكلام هم فيه حاجتين انطلبوا منك إيه ده كده وصلى الحبيب عشان تفهم حاجتين ربنا طلبهم منك في الآية هم إيه صلوا عليه أيها رفوا عليك والتانية وسلموا تسليما صح يبقى حاجتين الصلاة والتسليم يلا نقول تاني الصلاة والتسليم يلا نقول تالت الصلاة والتسليم اللي اتنين انطلبوا منك أيها اللي اتنين انطلبوا منك حلو أنهي فيهم اللي ربنا كراره لو أنا قلت لك خد اقرأ الكتاب ده واكتبوا كتابة أكدت أنهي فعلي فيهم أكدت القراءة ولا أكدت على الكتابة أكدت الكتاب تيجي عشان تفهمها أعكسها لك أقول لك خد قرأ كتاب ده إراية وكتبه يبقى أنهي اللي تأكد في الاتنين الإراية ولا كتابة الإراية يبقى فيه فعل تأكد أمر تأكد وأمر ما تأكدش لا هو أمر برضه بس ما تدلوش التأكيد ما تدلوش ختم التأكيد ما تدلوش التكرار نشوف الآية تانية يمكن نفهم حاجة جديدة ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه صلاة وسلموا لا سيبونا نعمل محاولة تانية ربنا قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه صلاة وسلموا تسليما لا ده قال صلوا عليه وسلموا تسليما طب تعال نعمل محاولة تالتة ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا لا ده قال صلوا عليه وسلموا تسليما يبقى مين اللي تأكد في الاتنين الصلاة اللي أكدها ربنا أكد الصلاة ولا أكد التسليم يبقى مين اللي مطلوبه أكتر من التاني ربنا طالب التسليم يعني الاستسلام للنبي أكتر ولا الصلاة على النبي أكتر